أعلم بحضراتكم من جديد بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح في حالة إعلان الاتحاد الأفريكي لكرة القدم إن المباراة النهائية لدوري عطال أفريكيا ستقام في المغرب فده في حد ذاته بمثابة الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الأفريكي عن عن تحيزه الواضح والصريح لفريق بعينه اللي هو فريق الوضوح الممثل المغربي الوحيد في دور نصف النهائي من دوري عطال أفريكيا فلو تم الإعلان عن كده عن المباراة تكون في المغرب في مركب محمد الخامس فأنا هو يا جماعة التحاد الأفريكي لكرة القدم بقول لكم هم أنا يا جماعة متحيز للوضوح أنا عايز البطولة المغربية ملهاش أي تفسير تاني غير كده أنا عندي توجه ما ملهاش أي تفسير تاني غير كده هتقول لي المغرب قدمت طلب ما قدمتش طلب عملت ايه ما عملتش ايه طبعا كما الاحترام تقديل لكل المسؤولين في كل حتة يعني لكن أنا بتكلم في ايه بتكلم في إن المشكلة عند الاتحاد الأفريكي لا عند الوداد ولا عند أي حد أنت كالتحاد أفريكي المفروض بدري بدري تجنبا لمثل هذه المشاكل وتجنبا للكيلة والقال تحدد ملعب المبرار النهائية من بدري من قبل دور 16 يا سيدي من بعد دور 16 أي حاجة لكن ما ينفعش تيجي دلوقتي تختار أنا ما بولكش بقى تختار مصر ولا تختار الجزائر ولا تختار أنجولا الدول ولا المغرب طبعا الدول اللي عندها ممثلين في دور نصف النهائي في دوري عبطال أفريكي ما تختارش حد من دول أكيد في ملعب كتير جدا في أفريكيا ملعب مميزة جدا في أفريكيا آه في ملعب كتير وحشة بصراحة بس فيه أكيد ملعب أخرى ينفع تستضيف هذا النهائي في فرادس في جنوب أفريكيا أكتر من ملعب في كذا حتة في كذا حتة فبالتالي حيبأ أمر غير منطقي بالمرة وحيبقى إعلان صارخ من الاتحاد الأفريكي بتحيزه وتوجهه لفريق بعينه بمنتهى الوضوحة بمنتهى صراحة النقطة كمان التانية هو إيه سر التمسك يعني إن المباراة تبقى في المغرب إيه سر التمسك بكده هل في طرق أنا بتساءل هنا أنا بتساءل وأنا واحد من الناس سافرت المغرب وبصراحة شعب جميل ودولة عظيمة وجمهور جميل جمهور الوداد جمهور قوي جدا بيفكرني بجمهور النادي الأهلي وحاجة جميلة يعني لكن التساءل بتاعي هنا هل في طرق أخرى بيتم حسم بيها اللقب في المغرب بطريقة معينة سواء بقى تحكميا أمور تانية أنا بتساءل وأنا كان عندي الشكوك دي بصراحة وهي مجرد شكوك يعني برضو أكيد فريق الوداد فريق كبير قوي ومحترم جدا وإمكانياتها عظيمة وجمهور مميز ومسؤولين وكل حاجة بس ساعات دي بقى هناك فيه تحيز نوعا ما للفرق المغربية نوعا ما يعني لا بنقلل من حد ولا بنتهكم على حد إطلاق وبالمناسبة يا جماعة المشكلة دلوقتي أو الأزمة مش بين الأهلي ومش بين الوداد مش بين الفرقتين دول خالص يعني كل واحد بيدفع عن حقوق الأهلي شايف إن حق الفرق الأربعة أيّا كمين اللي حيوصل فيهم للنهائي ونلعب على ملعب محايد الأهلي ما طلبش مبارح لأن فيه ناس كتير جدا تلعت تتكلمت قالت هو الأهلي عايز يلعب المطش النهائي يعني على ملعبه طب مشمعنا ما الوداد عايز يلعب في المغرب لا أهلي ما بتلبش كده الأهلي مش عايز يلعب المطش في مصر زي ما مش عايز يلعب المطش في المغرب في حالة يعني التأهل بإذن الله واحد أحد هلسا ما تأهلناش رسم يعني وبيطالب كمان إن حتى لو فاكستيف تأهل أو حتى بيترو أتليتكو تأهل برضو من حقوقهم من المباراة تبقى في ملعب محايد ما يبقاش الموضوع يدي أفضلية لفريق عن الآخر أمان فين مبدأ تكافؤ الفرص فين حيبقى بأمرت إيه حيبقى إيه الدليل على كده إن في تكافؤ فرص أعرف والله العظيم لو أنت حددت كالتحاد أفريكي المباراة من بدري أو الملعب من بدري اللي حتقام عليها هذه المباراة المباراة النهائية والله ما حد يقدر يفتح خالص أهو يا جماعة احنا محددين من بدري أين كان بقى مين الوصل المطشف في المغرب المطشف في القيارة المطشف في أي حتة أين كان مين الوصل إحنا محددين بدري بدري قبل انطلاق البطولة ساعتها مكنش حد هيقدر يتكلم لكن دلوقتي اتحاد الأفريكي جاي قبل في قبل النهائي يحدد ملعب مركب محمد الخامس في المغرب وفيه فرقة من المغرب فرقة كبيرة زي الوداد بجمهورها القوة موجودة في دور نصف النهائي ده بغير منطقة هو أمر غير مقبول فبالتالي حاجة غريبة حنتبهها وحننتظر القرار نهائي الاتحاد الأفريكي وحتى الآن ما فيش أي قرار رسمي